السلام عليكم أهلا بكم إلى الموجزي الرياضي والبداية محليا أين تواصل تشكيلة شباب بالوزداد تحضيراتها لمقابلة شبيبة الصورة هذا السبت بإجراء حصة تدريبية صبحتها اليوم الخميس بملعب 20 أوت الذي سيحتضن المقابلة تشكيلة الشباب ظهرت بمعنويات مرتفعة وأيضا بإسرار كبير على إبقاء نقاط المباراة بالعاصمة وذلك لمواصلة الضغط على أصحابي المراتب الأولى ودد دين حجام حذر الحصة وعد بالتالي أهلا بحق إلى المترجمات في الأنوان ، يحبكوا جيد للمراتب الأولى بالتأكيد من التجاربات ومثلات المتاجة وحالة طلبية الكتاب بالمقابلة حق أن يشترك من قادمة الجمهورة يجب أن تتحضير من قائم مرة اودا يجب أن نقوم من قائم لمعنويات النساء وندما يجب أن نفعل من قائم المترجمات من جهته فريق نصر حسين داي بقيادة يوسف بوزيدي وضع آخر لمسات على تشكيلة التي ستتجه غدا إلى وهران لملاقات المولودية المحلية هذا السبت على أمل مواصلة النتائج الإيجابية والتي كان آخرها الفوز على وفاق ستيف في الجولة الماضية فضر الدين حجام اليوم نشوف وين يرد الفعل بعد الفوز مع وفاق ستيف نقول بلنا نحضر نفس التحضير ورنا وعين وبالمسؤولية التحضيرات كما قال مبارايات ما يخفى لكش حقنا نتيجة إيجابية ضد وفاق ستيف هذه اللي حتخلينا نروح بمعنوية مرتفع الوهران وان شاء الله نحق نتيجة إيجابية إن شاء الله نتيجة إيجابية احنا ما نشراحين كما يقول لك رايحين بارك الوهران رايحين إن شاء الله باش نديروا نتيجة إيجابية شوال الفوز المهم ما نخسرهش رايحين باش ما نخسرهش هذا هو النتيجة تانا إن شاء الله تحضيرات رايح في دورة حسنة برسيرتوكي تخرج من فيكتوار المورا ليكون طالع مرمال ما نتبع في برنامسة المدرب اللي يدير فيه وإن شاء الله أنا رايحين باش نعودوا بنتيجة إيجابية الظاهر أن المصائب تتوالى على بيت السنافر قبل موعد استقبال مولودية الجزائر برسم الجولة الثالثة عشر من بطولة الرابط المحترفة الأولى موبيليس فبعد هزات النتائج السلبية المتسلسلة داخل وخارج الديار ومغادرة الطاقم الفني السابق جاء الدور هذه المرة على عدم تمكن النادي القسنطيني من الاستفادة من أرضية ملعب الشهيد حملاوي كما يرصده الزميلين سيف الدين رياش وهشام طالبي جهاز التنسلسلة دعوات من نفسها ملاحظة لإعادات المتسلسلة والحليان المتسلسلة وليون تنجلي من قبل دعوات المتسلسلة ومن النادي انتقالية المتسلسلة كانت جيدا ومع منجمل نعائيش في المتسلسلة الناتطفل ليغترافرفي كما تنسل يفعلون أو تنسل على مستلظم حسنا في المزيد المخارج في المقام اللعب التنسل 두انية ونصد نقرت بيشل، وما حصناه انتقال بإخدرح. في ألجها المقابلة يواصل فريق مولودية الجزائر تحضيراته لمواجهة شباب قسنطينا لحساب الجولة الثالثة عشر من البطولة المحترفة الأولى موبيليسة حيث أجراء الفريق حسة تدريبية صبيحة الأربعاء بمركز عين البنيان بحضور كل التعداد محمد قريشي فصل أكثر في هذا التقرير بنية تحقيق الدكليك وانطلاق فعلية لهذا الموسم يواصل فريق مولودية الجزائر استعداداته لمواجهة شباب قسنطينا لحساب الجولة الثالثة عشر من المحترفة الأول مواجهة مهمة تكتسي طابعا ثأريا بالنسبة لرجال مزيان إغيل كون التعادل الذي فرضه أبناء الجسر المعلقة على المولودية أرزم من وضعيتي الفريق الموسم الفارط أرزم من وضعيتي الفريق المواجهة أرزم من وضعيتي الفريق المواجهة عليه رفقاء مرزوكي أمام المولودية الوهرانية يثير المخاوف رغم الفوز ما ننجموش نديرو يعني نرجعو الشي اللي ما ندارش في الوقت المناسب ولكن نحسن الوضع من ناحية التقنية لابد علينا نكون في المستوى ونرجع الكفة من جهتنا نحن نكون صغيرة وكبيرة لما تخصنا نحن ونخص الفريق الخصم رحلة والجسور المعلقة سيخوضها العميد منقوصا من القائد عبد الرحمن حشود المعاقب غير هذا كل الأمور تسير في أحسن حال بالنسبة للعاصميين للاستثمار في مشاكل الشباب والعودة بناتجة مرضية من صدام العميدين أبدى محفوظ قرباج جئيس الرابط المحترف لكرة القدم ارتياحه لسيرورة البطولة إلى غاية انقذاء الجولة الثانية عشر من الرابطة أو الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية موبيليس مبرزا بأن مرحلة الذهاب ستنتهي في موعدها المحدد نهاية شهر ديسمبر المقبل الحمد لله نقولك راضي لكل الرضا سواء نسير البطولة أو نهايتها في الموعد هذا تصير على الصورة التي كنا منتظرينها الحمد لله وفي إطار محاربة ظاهرة المنشطات في البطولة الوطنية قامت اللجنة الطبية التابعة للاتحادية الجزائرية بزيارة تفقدية لكل من شباب الوزداد دفاع تاجنانت وأمل الأربعاء من الرابطة الأولى وأولمبيلمدية اتحاد حجوت ومن الرابطة الثانية وذلك بإخضاء العديد من اللاعبين لفحص الكشف عن المنشطات في إطار سياسة الفاف لحد من هذه الظاهرة في البطولة الوطنية في أخبار محترفين يسعى مهاجم المنتخب الوطني اسلام سليماني رفقة فريقه سبورتينج لاشبونة للعودة بالنقاط الثلاث من أرض مطيفهم لوكوموتيف موسكو الروسي علما أن النادي يتواجد في المركز الثالث بأربع نقاط فيما يتواجد الفريق الروسي في الصدارة بثماني نقاط فيما سيكون مدافع الخضر فوز غلام لاعب نابوليا الإيطالية على موعد مع مباراة شكلية بعد أن حسم من قبل بطاقة المرور إلى الدوري المقبل بينما يتواصل غياب متوسط ميدان المنتخب الوطني نبي البنطالب عن فريقه تتنهام الإنجليزي الذي سيحل ضيفا ثقيلا عن كارباغا الأذربيجاني بعد رفع نادي بن فيك شكوى للمجلس التأديبي للاتحاد البرتغالي ضد إسلام سليماني بداع الاعتداء على مهاجم الفريق أندريا الساماريس قامت إدارة سبورتينج لاشبونة برفع شكوى بدورها إلى اللجنة التأديبية ضد عدد من لعبي نادي بن فيك بسبب الاعتداءات الكثيرة في آخر مبارتين الفريق قام مردي سبورتينج لاشبونة ردا على الخطوة التي قامت بها إدارة فريق بن فيك اتجاه دولي الجزائري إسلام سليماني يسابق نادي الافريقية التونسية الزمن لاسترجاع خدمات لعبه الجزائري عبد المومن جابو العائد من الإصابة حتى خصص برنامج تحضير خاص لجابو الذي يعاني من نقص المنافسة وترجع كبير في اللياقة البدنية في الوقت الحالي من أجل استرجاع مستواه في أقرب الآجال نظرا لحاجة الفريق لخدمته بما أن عديد من لاعب الفريق تم استدعاؤهم إلى المنتخب الأولمبيا تونسي لكان